هذا هو الواقع الذي يجري أقول لكم صدقوني هذه المعلومة صحيحة وصحيحة جدا في هذه الأيام بعد أن تحدثت معكم عبر هذه الشاشة في هذا البرنامج وفي البرنامج الذي سبقه وأنا أحدثكم عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية بدأوا يخططون في النجف بدأ العباسيون الشيصبانيون يخططون في النجف أنا ما قلت شيئاً وحق زهراء البتولي لا هو بتنظيم ولا هو بعمل سياسي ولا هو بعمل سياسي ولا هو بمخطط لأجل أن أنتفع منه منفعة سياسية لا شأن لي بالسياسة أو أن أنتفع منه لتحقيق أمر أبغي الوصول إليه لزعامة دينية فأنا أقاطع الزعامة الدينية مضموناً ومفهوماً ومعناً ومصاديق لا علاقة لي بأي زعامة دينية لا أدعو لزعامة دينية ولا أحارب زعامة دينية معينة أنا أتحدث وفقاً لموازين ثقافة العترة الطاهرة لا أعبع بهم وماذا يفعلون لكنني أريد أن أضرب لكم مثالاً على هذه الحقائق والوقائع التي تجري على الأرض وهي هي بعينها كانت تجري عند العباسيين الأوروية محمد رضا السيستاني وبسرية بسرية شديدة أرسل ولده الكبير حسن إلى الكويت أرسله إلى الكويت وخرج من العراق من دون عمامة كي لا يشخص وأرسل لا يذهب وحده لماذا أرسله إلى الكويت؟ أرسله إلى الكويت كي يتصل بمجموعة بمجموعة شخصيات شيعية نافذة نافذة معروفة في الكويت أنا مطلع على التفاصيل لكنني سأحدثكم بالإجمال ماذا يريدون من ذلك؟ محمد رضا السيستاني باسم أبيه باسم المرجعية يطلب من هؤلاء الشخصيات الشيعية من الأثرياء والتجار الكبار أن يترصدوني إذا ما جئت إلى الكويت كي يؤذوني بقدر ما يستطيعون يريدون الإيقاع بأية وسيلة أنا لست خائفا من هذا ولا أشكو لكنني أقول لمحمد رضا لماذا لا تحاسب المفسدين في العتبة الحسينية والعتبة العباسية سرقة كبيرة سأحدثكم عنها إذا كان هناك متسع من الوقت أو سأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد سرقة كبيرة تضخيم سرقة بغداد ومن أنها سرقة القرن مع أنها سرقة صغيرة بالقياس إلى السرقات الكبيرة في بغداد لا قيمة لها لأجل أن ينشغل الإعلام بها عن السرقة الكبيرة في كربلا هناك سرقة كبيرة أموال العتبتين سرقت سرق سرقها كبار المسؤولين وحتى صغار المسؤولين واستثمرت ونهبت استثمرت ونهبت سرقة كبيرة أجواء العتبتين الحسينية والعباسية تشتعل نارا في الداخل الأوامر صدرت من محمد رضا السستاني أن يتستر على هذه الفضيحة ونفخ في سرقة بغداد من أنها سرقة القرن سرقات بغداد مئات المليارات ما قيمة سرقة القرن ملياران ونصف ما قيمة هذه السرقة لمئات ومئات من المليارات هذه التفاصيل تأتينا اتباعا الأمر هو هو إنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة منطق العباسيين منطق الدوانيق لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومعصيتنا هذا هو منطق العباسيين المنطق واحد من هنا فإن إمامنا الصادقة وصف هؤلاء المراجع من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا من الأمويين تلاحظون أن الحقائق واضحة إنها واضحة جدا فأرسل ولده حسن إلى الكويت كي يلتقي بشخصيات شيعية مؤثرة ونافذة في الكويت واتفق معهم على إيذاء بقدر ما يستطيعون وعلى الإيقاع بقدر ما يستطيعون ولكنه طلب في البداية منهم أن يجمع المعلومات عني ما الذي فعلته أنا وفي الوقت نفسه في الوقت نفسه لقد طلب من العديد من الشخصيات من المعممين ومن الضباط خصوصا الذين يعملون في المخابرات العراقية أن يدخلوا إلى الإنترنت باعتباري أني دعوتكم إلى العمل على الإنترنت في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية البعض منهم يعملون في الدولة لكنه اتفق معهم أن يظهروا أنفسهم أنهم متقاعدون وأن ينشر الحلقات الأخيرة من برامج التي تحدثت فيها عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية كي يتغلغل في أوساط الذين يعملون على هذا الموضوع هو يتصور أن أمر سريا هناك أنا أقول له ليس هناك من أمر سري وليس عندي من اتصالات مع الذين أخاطبهم أنا أخاطبهم عبر هذه الشاشة فقط لماذا لإفساد هذا المشروع وللإضرار به وللإضرار بالأشخاص الذين يعملون في هذه الأجواء فلذا أحذركم من أمثال هؤلاء الذين سيدخلون بأسمائهم الصريحة فإنهم يدخلون بأسمائهم الصريحة لماذا حتى تثقوا بهم فحينما تجدون ضابطا برتبة كبيرة أو أستاذا جامعيا أو معمما متقدما في الدراسة الحوزوية ستثقون به فاحذروا من هؤلاء حينما أقول احذروا من هؤلاء ليس عندكم من شيء تخافون عليه لكن هؤلاء شياطين سيفسدون عملكم سيدخلون عليكم وربما يدخلون الأكاذيب عليكم من دون أن تشعروا وربما يبثون سموم الخلاف فيما بينكم من دون أن تشعروا وإلا فليس هناك من أمر تخفونه أنا قلت لكم اعملوا في العلن واصدعوا في العلن وتحدثوا في العلن واصفعوا هؤلاء على وجوههم وهناك تفاصيل أخرى البرنامج ليس معدا لكشف مخططات محمد رضا السيستاني ومرجعية السيستاني إنما هي أمثلة أنا فإني عليم بماذا يخططون وماذا يفعلون أنا لا أبالي به إنما جئت بهذا أمثلة على هذا الواقع العباسي الشيصباني الذي نعايش أيامه هذه أمثلة